بالنسبة للسؤال الأخي صفحة 41 طالب مننا نرسم هون بالرسم مننا نحتاج نتذكر المستقيمات اللي كنا نرسمها في نهاية الفصل الأول اللي هم المستقيمات المتوازية والمتعامل عشان رح نرسم مربع طيب نقرأ السؤال الأول ونشوف شو بده قطعتين مستقيمتين متوازيتين طول الأولى 40 مليمتر طيب أول شي احنا خلينا نرسم الطول الأولى حكينا 40 مليمتر فيا إما إذا ما عن مصطرة الهندسة بنرسم من السنتيمترات وإحنا بنعرف أنه بالسنتيمترات كل سنت عبارة عن 10 فأربعين يعني بده يكون أربعة سنتيمتر أنا بحب أنه نرسم كما يلي لأنه نعين نقطة تمام ونبلش منها من الصفر حكينا وننتهي بالأربعة بنقطة كمان عشان ما نطلع بزيادة يعني نكون دقيقين ونوصل بيناتهم فهاي عبارة عن أربعين مليمتر إذا ما عدنا إذا عدنا عمصطة الهندس حبينا نرسم بالمليمترات عشر عشر عشرين ثلاثين أربعين ما في مشكلة إذا هاي عبارة عن أربعين مليمتر تمام طول الثانية 75 مليمتر طيب عرفنا أنه الثانية 75 مليمتر أسمها هون والهون 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 ولا وين أرسمها ما أبعرف بحكينا البعد بينهما سنتيمتران يعني المسافة بين الأولى والتانية 2 سنتيمتر فمنجيب المسترة منعين 2 سنتيمتر هاي ها هون طب لو ما عينة بالمسترة عادي ممكن من المثلة طب خلينا نتذكر أصلا كيف نستخدم المثلة بتتذكروا المثلة قائمة زاوية في عنا إحنا ضلعين قائمين صح؟ هدول الضلعين أحد الأضلع من ثبته على قطعتنا المستقيمة تماما وزي ما إحنا شايفين في عنا تدريج كبير ما إلنا فيه في عنا تدريج زي ما إحنا شايفين وهي سنتيمترات تمام؟ في عنا هون سنتيمترات هاي من صفر البداية يعني صفر وبنتهي بالستة سنتيمتر وشوي والتاني ما إلنا فيه فممكن نحنا نستخدمه لتعين المسافة بينهم أو ممكن زي ما حكينا زي ما عيننا حاليا بالمسترة طيب منحط أحد الضلعين القائمين على الضلع اللي رسمنا أو القطع المستقيمة اللي رسمناها ومنعين اتنين سنتيمتر ومنعين نقطة طبعا عشان ضمان الدقة أحسن أن نعين نقطتين هاي اتنين سنتيمتر ليش؟ علشان ما يطلع مستقيمنا أعوج طيب هذا كم طولة؟ نحكي لنا خمس وسبعين مليمتر طب إش هي الخمس وسبعين مليمتر؟ هي إذا بدنا نقيس حكينا في المسطرة تاعة المليمترات هي واضحة الخمس وسبعين هاي سبعين هاي خمس وسبعين إذا من صفر لا خمس وسبعين إذا ما عيناش هالمسطر بنقيس المسطرة عادية إش هي الخمس وسبعين؟ هي عبارة من الصفر لا السبعة ونص إذن بدنا نبلش من الصفر وننتهي بالسبعة هاي سبعة صحيح ونص أو إحنا نعدها عشرة تاي عشرة عشرين تلاتين أربين خمسين ستين سبعين هاي سبعين طوان خمس وسبعين حكينا قبل شوي بالشحطة الوسط هي عبارة عن خمس مليمتر فهذا هو عبارة عن المستقيم الثاني اللي طوله خمس وسبعين مليمتر والمسافة بناتهم اثنين سمتر طيب نيجي للسؤال الأخير مربع لما أحكي مربع كلنا بنعرف المربع في عنده أضلاع قائمة إذن بدأ أرسم مستقيمات قائمة تمام طول ضلعه ثلاثة سنتيمتر فأول إيشي ممكن إني أنا أرسم ضلع طوله ثلاثة سنتيمتر هاي ثلاثة سنتيمتر تمام طيب الضلع التالي كيف بدأ أرسمه يعني إحنا مرات المشكلة بنرسم يعني بالمصر عادة أي كلام ممكن الزاوية ما تكون قائمة ونرجع إحنا نستخدم المثلث قائمة الزاوية تتذكروا كيف كنا نرسم زمان كنا نثبت أحد الأضلاع على الخط المستقيم اللي رسمنا والضلع الثاني رح يكون عمودي تمام فأنا بدي أرسم ثلاثة سنتيمتر بثبت ضلع تماما على الخط المستقيم اللي رسمته بمشي ثلاثة سنتيمتر هاي الثلاثة سنتيمتر بمشيها زي ما إحنا شايفين هذا ضلع قائمة نفس الإشي هون بلف المثلث بثبت مية بالمية عليه تمام؟ طبعا زي ما إحنا شايفين هذا التدريج أنا بدأ أوريكم يعني بالعمدة التدريج مش سنتيمتر فأنا ممكن أن أرسم خط بالزيادة ولا طلع طويل فأرجع بقيصه من المصدرة إنه هذا عبارة عن ثلاثة سنتيمتر لوين؟ هايها لهون ثلاثة سنتيمتر فشو بدي أسوي بالزيادة؟ لازم إني أنا أمسحها صح؟ يعني أنا أوريتكم الحال بجميع الحالات اللي ممكن تصير معاكم فبمسح الزيادة أنا هاي اللي عنده النقطة أنا بدي أشتغل والزيادة بمسحها وضل الضلع الأخير بوصل بيناتهم زي ما إحنا شايفين طلع عنا مربع مرتب كل ضلع فيه عبارة عن ثلاثة سنتيمتر إن شاء الله جميع رح يحل هاي الأسئلة كلها وأي استفسار أنا جاهزة وتحاولوا تبعتولي إياه بأقصى سرعة يعني خلال 24 ساعة إن شاء الله يكون الحال موجود ويعطيكم ألف عافية